القيام دي الواحد ما رجعت عنده مرة كتبكي ان اخوها حرمها من الارت وانكر انها اخته وواقع صر القيد يقول لي ودي الله ديك الناس راي سولت الناس يقول لي رختك يقول لي مختيش يجابها الواليد باش نكبرها واتاكل طرد بخوص معانا وصابي مختيه مخواها قال له ما كنت مشكل وصيرتها السبت جاي وجي ورجع عندي معا تسعود كون عندي هنا هي قل لي هاشنو قلت له راها اخويا والد المي وابويا وهاشنو كين والساء الاستشارات في الناس كل كبيرا راها كلبها ذاك راها بغاية نكر اخطو يجمعها وطوي فجي ادي لها حقها راها اخطو شقيقة دياله قال لي غا تجي عندي تي نهار السبت سبعة ثمانية تكوني هنا في القيادة فعلا نهار السبت السبت لاخر جات السيدة دخل الواحد للمحل دير السكر والزيت والدقيق والتوك وتكشي وحاطو قل لي قلسي هنا لقيت شرا هاتشي هذا؟ شرا هاتشي وجده من اللي جا هو السيد قال له هنضرها شي ارا خليت لك اسبوع باش تفكر اختي كل ما اختيش قال لي سي ما اختيش يودي را اختيش انا سولت المقدم سولت الناس ما اختيش اسيد قال لي ما كنتموش قل اجي معايا جا دخلوا داك المكتب قال له انا غنعطي لك تزوج باعها انا جبت لك كل شي وغننزموك ومن السوق للسوق رسلك للك الحم والخضراء باش تعيش معاك وغدي تزوج باعها قال لي اوه انا تزوج باعها بازمنك شكال اللعب هذا؟ هادي تزوج باعها انا بغيت كعير تزوج باعها انا نصرف عليها اه سيدين نعارشي طعا قال لي لاش ما تزوج باعها هادي تزوج باعها قالوا اوه امان عيون ونقول لكراها اختي مانا اختيش نزوج با اختيش مشاهدين الاعزاء اهلا بكم سعداء بتواصلنا معكم وسعداء استضافة الاستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث في التقافة الشعبية الاستاذ حسن نجمي رجل متعدد للانشغالات مارس الصحفة مارس العمل السياسي كان رئيسا الاتحاد كتاب المغرب لولايتين متواليتين كان من مؤسسي بيت الشعر صدرت له العديد من المؤلفات الاستاذ حسن نجمي كان قريب جدا من عبد الرحمن اليوسفي من محمد نبير الاموي كما هو في الان نفسه صديق للعديد من الودباء والفنانين من الفنانين الشعبيين هو صديق لأولاد بن عقيدة هو صديق لأولاد الوعزوي بصم على المستوى الاكاديمي من خلال اطروحة دكتوراه الدولة حول العيطة نعيد ترحيب بك لأستاذ حسن نجمي شكرا في برنامج لأيام الأيام شكرا بشرفين قضي من دائرة برامج اليوم 24 في حلقة سابقة تكلمنا معك على بن حمد وعلى عمقها التاريخي أساسا الصوفي تحدثتنا عن العلوى وطبعا هذا قادك النقاش على جوانب من تطور تاريخي التقافي للمغرب طبعا كيف شرنا أنت واحد الرجل المتعدد لانشغالات نعب لربما كنا نريد الحديث معك منذ البداية سبع سنايا لا أبدا كنا نريد الحديث معك منذ البداية في الجانب السياسي لكن جانب المتقف عندك تغلب في الحلقة الأولى الحمد لله لأنه هو ما يبقى جانب التقافي والفكري وبالخصص جانب الأدبي والشعري هو ما سيبقى إذا توفقنا في ذلك الجانب السياسي عابر سيقول إلى أن يصلح جزءا من ذاكرة لكن السياسة استمالتك منذ بدايتك صحيح صحيح من خيراتك المبكر في العمل السياسي بدأ وأنت يافع صحيح بسنة 76 بسنة 16 سنة 16 سنة صحيح بسنة 76 وكنت تذكر أنه كنت تردد كثيرا على المكتبة السياسي حمد بن العواشي لله يطول في أمره أخ عزيز مدينة بن حمد مدينة بن حمد يقريم سطات في جهة ديه الشاوية كمشي عنده باستمرار كقارئ أولا تلميذ يقرأ ونأخذ كتاب ونعود نبدلوا كتاب آخر مقابل 20 سنتين إلى آخر وكذا وتدريجيا تطورت العلاقة إلى نوع من منطقة والمحبة إلى آخر وبدأت أن نساعدوا في المكتبة نفسها نساعدوا طبعا تلقائيا وتطوعيا ولكن لكي تكون قريبا من الكتب لكي أكون قريبا وبين الكتب ننظف ذلك إلى الكتب ونعود للتبهم إلى آخر ونساعدوا أيضا في تدوين يعني المطلبيات ديال بعض الأساتذاء وبعض الأطر المدينة اللي محتاجين كتاب وكان كتاب رائج وقتها كان كتاب رائج فعلا كان كتاب أرغم أن المدينة مدينة صغيرة مدينة صغيرة كان عندها قراء ولكن أيضا أنت تعرف أن عدد من الأطر التعليمية الإدارية إلى آخر كانوا يأتون من مناطق أخرى ومن مدن أخرى وأيضا لا أنسى أن جزء من الأسرة التعليمية كانوا من شمال المغرب كانوا من خيرة النخبة التعليمية والتربوية وكانوا متقفين وقراء ويحبون القراءة ويواظبون عليها بدون القطع ولا يقرأون فقط الكتب لكن المجلات أنا أذكر أستاذي السحم الدب أطار الله في عمره يعني كان مواظبا على قراءة مجلة الهلال المصرية ويواكب أعدادها ويقرأ مجلة العربي ويواكب أعدادها يعني كانت نخبة حقيقة مهمة جدا وكانوا يترددوا بعضهم على المكتبة ليطلب بعض الكتب عندما لا تتوفر فأسجل الطلاب وأسجل الإسم ونشكل لائحة عندما يتوجه السحم الدب العواشي إلى مدينة دارودة الحبوس ليقتني كتبا جديدا يأخذ معه هذه اللائحة لكي يحضر هذه العنوين إلى أصحابها وكنت نشيط في هذه العلاقة ثم أيضا أذكر جيدا وأنا بقي في 16 سنة كتبت رسالة للإضالة دي الجريدة المحرر باش يرسلوا يبدأوا يرسلوا لنا جريدة المحرر نبيعها في هذه المكتبة وأذكر أنني كنبيع بعض الأعداد وبعض الأعداد كنأخذهم وندير بيع نيضالي وما بين أنت وقتها لسا تتحاديا بعد ماذا؟ ماشي تتحادي ولكن عاقف من بعيد ليس حتى أنا ذاك ليس حتى أنا ربما نقطة اللي أفاضت هذه الحساسية السياسية ربما أزعم ذلك لأنني أتحدث من الذاكرة كنت أتذكر أني كنت كنقرأ جريدة العالم أظن كان عليها 13 أو 14 سنة وصابة فتن بات يوم أنا في الشارع وجدت واحد القطعة دي الجريدة من حجم طاب الويد وفيها واحد دراسة على التقافة الشفوية والشعبية وعلى المحكي عن الحكايات دي الجدات وكذا ونيو بحروف مشددة كان مقاطع مستشهد بها من بينها واحد من الستوت لا لا يرحمه يوم تموت إلى آخرين نص مثل هذا النوع فأعجمني ذلك وسألت واحد من المستخدمين اللي عندنا في الفران يعني كان يقرأ العالم فران الوليدة الله يرحمه شعيب صبري الملقب بعيرود شعيب عيرود معروف في المدينة من حمد كان يقرأ العالم بانتظام قلت له واش هد الجريدة تحرفها قل لي هذي غالي من غتكون الملحق التقافي دي الجريدة العالم ورا كي يخرج نهار الجمعة ولي كان كل الجمعة مش يشتري العالم لنصيف فيها بحال هذي هذا عامل فرن تقليدي تقليدي كي يطيب الخبز هو اللي أمام النار ويقرأ بجريدة العالم بانتظام يوميا ويعرف يوميا بقيت كان نشتريها باش نصيف بحال هذي يعني كنت تذكر وانا مازال صغير يعني 74 عد 14 سنة لما توفى الزعيم الوطني الكبير المرحم محمد الله الفاسي والعدد اللي كان فيه حواليه 40 سفحة أو 24 سفحة ملحق كبير مخصص لوفاة الزعيم الوطني الكبير وبالصور وبالأشياء هذا ربما شهر أكتوب برأدو 74 أكتوب برأدو 74 أو شيء مهم في سنة 74 74 فاشتريت هذك العداد إلى آخره واشتريتهم شيء من عند المكتبة دي بالعواشي كان نشتريها عند جامع والقيد كانت الساكة قريبة له في القصبة ومن ثم كنت نشتري هذه الجريدة واحد الفترة بدك يجيب جريدة المحرر هو جامع فهذاك لم يتوقف عن الموضوع وأصبحت المدينة بدون صحافة وإلى آخره هناك ديت المبادرة دي الجريدة المحرر فقال لي هذاك اللي يعجبك دي العلال الفاسي هواحد خرب حاله بدك يجيب جريدة المحرر وكان يتعلق الأمر بعدد أظن دي الدكرة الأربعينية دي العمر بن جلون أيضا صور معناه ألف وتساميار وخمسة وسبعين معناه خمسة وسبعين معناه خمسة وسبعين دي سامبر خمسة وسبعين اخذيته هذاك العدد ومشيت للدار وكنتذكر الوالدة الله يرحمها امرأة بسيطة بائعة خبز أمي لا تجد القراءة ولكتابة متصوفة وروحانية في مشاعرها وفي وعيها وفي لا وعيها إلى آخره جالسة وأنا كنت قرأ في ذلك شيء قلت ليش كنت قرأ؟ قلت لي الوالدة كان قرأ في هذا الأداء هذا السيد رقتله في الدار بيضان إلى آخره شافت هكذا الصورة دي لعمر بن جل قلت ليها ما عارت كدير أم يمتو أو رد فعل ديال هذه الأم قلت لي ما عارت كدير أم يمتو يعني فكرت في الأم كيف ستفجع في مقتل ابنها كانت هذه أيضا البداية ديالتماس أولي ثم فتتح مقر الحزب بداية الحمل الانتخاب اتحاد اشتراك القوات الشعبية اتحاد اشتراك القوات الشعبية في منطقة التي قريبة جدا من المكتبة مئتين ميترو تقريبا وهي اللي يكون غادي من المكتبة للبيت ومن البيت جاي للمكتبة كان مر على هذا المقر كان موجود هو الآن أصبح مقهى ديال مرحوم دريس بن عمار خلوقي والآن ابنه سي عبدالخلق يعني هو اللي يدير هذه المقهى كانت في الأصل مقر للاتحاد الشعب في فترة وجيزة قبل الحمل الانتخابي واتناء الحمل الانتخابي 1907 انتخابات المحلية فعشت تجربة الانتخابات المحلية وبدأت تردد يوميا عن المقر كل مساء تقريبا وخصصا في العطلة الصيفية إذن انت الشاب 16 سنة 16 سنة وكان يأتي عدد من الأصدقاء يعني هنا إما كاتب الفرع المرحوم الميلودي قاسوس الله يرحمه وأيضا كان يتردد على المقر السيحمة الدرغموني السيحمة الدرغموني كان من اليسار الجديد وماركسي لينيني وتفكيرو وشاب أول واحد تقريبا تخرج بالإيجازة أحد أبناء المدينة أحد أبناء المدينة من بعد أصبح أحد المضارع في مؤسسة بنكية معروفة يعني كان مطار فخر واعتزاز على الشبيبة في المنطقة أن هذا عنده الإيجازة عنده الليسانس في السياسة الليسانس في السياسة إلى آخره وعندما كان يامور مرتديا مع طفل مطاري نبيذي اللون ملتحيا بلحية سوداء والشعر على طريقة دي البطمة وإلى آخره شعر عجري منامح يسارية في المرحلة؟ يساري تماما في الشكل وفي الخطار اللحيا وكذا فكان يتردد وطلب منه كاتب فرع مرحوم بسي الميلودي قاسوس بشي يعون نفط طير دي للشباب إذن التحرك بالحزب هو تلقائي كان تلقائي لم يستقطقني أحد لم يستمني أحد للحقيقة يعني هكذا مرت الأشياء وبديد كانت ترمشي في الحملة الانتخابية مع الإخوان تجمعنا 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 في الأحياء الشعبية إلى آخره وإلى اليوم ما زلت أحتفظ في عراقي الشخصية بالصور دي المرشحين دي المحليين دي الاتحار الشركي في تلك المرحلة نعم طبعا بسرعة انخرت في الحزب نعم سبعة سبعة اللي أسمعتي لي كان بعد انتخابات مباشرة تغلق المقر وضرد واحد السنة دي الفراغ تقريبا وستأتي الانتخابات شريعية سبعة وسبعين سبعة وسبعين elf 굶ت� حمية وسبعة وسبعين ثم مبدأ الاتحار الشركي عندو الأحزاب السيسية تخوض المعارك الانتخابية بلون موحد والاتحار الشركي عندو اللون الأصفر واخدنا المعركة والذي تكلف بالإشراف على هذه الحملة الانتخابية في جوان سبعة وسبعين في يونيو سبع وسبعين هو المناطل لآخ المرحوم محمد نوبير الأموي لأول مرة كنت تعرف عليه؟ لأول مرة كانت تشتغل معاه ولكن صبا خلية شفته وكانت تذكر جيداً نسبة لينا هو مفتش كانت تلميذ في الابتدائي الأول هي في القسم الابتدائي السنة الثانية يعني في القسم الثاني كانت تسمى الابتدائي الأول الابتدائي الأول لكساعة عند أستاذ ديالي كان معلم ديالنا سي محمد جيدي رحمه الله وهو صديق حميم ومباشر ومرتبط ارتباط جوهري يكاد يكون يومياً مع مرحوم نوبير الأماوي وفي نفس الوقت أنا لم أكن أعرف ماذا كانوا يأتي عنده في الطنوبيل الأماوي رحمه الله كان عنده سيارة بتوجو خضراء تقليد الباب ديالك يتحل في الخارج ومش في الداخل أنا كنت تكلموه فهذا الثاني في استينات في استينات طبعاً كنت نشوف هذا مفتش ديالنا وكنت أنا عارف القسم كان المرحوم سيجيدي اللي كيبغي يمشي مع الأماوي رغي يمشي مع المفتش ثلاث سوال إشوه هتقول لي رمشا مع المفتش أنا اللي كان يعطيني التحضير الورقة ديال التحضير وخصوصاً كان كيجي كل جمعة كان عندنا الدرس ديال الدين كان اسميته دين هكذا ما كان اسميته تربيه إسلامية يعطيني إذا كانت التحضير في السطر ونصف سطرين نكتبهم في الصبورة شنو طبعاً كنت التلميذ النجيب أو أول قسم؟ وهو أخذت أول جائزة في حياتي في هذا القسم لما جات واحد ديبين قوسي وعناه وأنت في القسم الثاني نحن في القسم الثاني جات سيارة ديال منظمة الأمم المتحدة للتوعية ودارت في المدينة يعني في طار الإشار التقليدي اللي كان الريكلام تلوح الوراق وتوزع ودير توعية وكان في المساء قد تتعرض فيلم في قاعة البلدية وتعرض واحد الفيلم وعندها دعوات محدودة لأنه يحضر رجال السلطة والمنتقابين والناس والأعيان وكذا فخصصوا جزء من هذه البطاقات الدعوات للتلميذ نجباء وكي يوزع ولا تكون واحد المباراة أو مصابقة أو شيء ففي القسم أعمل سي جدي الله يرحمه مصابقة في تجويد القرآن وكنا ثلاثة أو أربعة اللي تقدمنا وأنا الذي فزت لماذا فزت؟ لأنني كنت أردد كل يوم تقريباً وكل مساء طريقة تجويد القرآن دي لعبد الباسط عبد الصمد المقرئ المصري العربي الكبير المرحوم عبد الباسط عبد الصمد لأنه كان في كل يوم في الفجر كيكون في الصمعة دي الجامع الكبير اللي هو قريب لنا والبوق وكي الصوت يوصل إلى آداننا بقوة ومن اللي كنت كنكون في الفجر غادي نمشي مع الواليد للصوق ومع الواليدة إلى آخر كنسمعه ولذلك بدينا لك السعب دا عدنا شرينا فونو الواليد شرا فونو أي آلة لقراءة الأسطوانات وبدنا كن نطلم منه هو يجري الأسطوانات التي يحب وأنا أقترح علي الأسطوانات التي أحب كنت تذكر جيدا طلبت منه يجيب لي الأسطوانات دي لعبد الباسط عبد الصمد نعم نتقدمه بعض الشيء بهذا المعنى بهذا المعنى فز بأول جائزة في التجويد في التجويد نعم لكن احنا كنتكلم الآن على السياسة إذن انتخابات 1977 نعم خط المعركة وكان معنا المرشح أنا داك اللي اقترحه الأخ الأماوي والذي أحضره معه من الدار البيضاء المرحوم غالب عمر البيضاوي اللي كانت المنطقة كل هذه المنطقة تعرفوا بالقيد عمر وكان فعلا قيد من القياد الوطنيين بداية الاستقلال بداية الاستنياز يعني لا في النخبة الإدارية اللي اخدوهم من حركة المقاومة باش داروا منهم القياد ورية الآمن وإداريين ومؤسسات وعمال أقاديمي لآخرة وفعلا لكنه اعتقله في 63 اختطف في 63 وعاش أضم ثلاث سنوات في محنة تحت في الكوربيس في سجن المجهول أو في معتقل المجهول فكنتذكر لما كنا كنا نمشيه معا كعرفوه الناس دين البادية والأجيال الجديدة لا تعرفوا كم قيد اللي يسبقلون داس المنطقة داس المنطقة دين ابن إبراهيم وكان القيد أنه داك كيمارس الإدارة التورابية وفي نفس الوقت كيمارس الإدارة القضائية لأنه أول خريج دين ابن يوسف وأيضا فقيه وكذا فكان يبت حتى في القضايا الشرعية ما بين الزوجة والزوجة العاقرة داس ما احترين حكاية طريفة جدا حكاوها من الناس لأنه كانوا يحبونه غريب التلقي والقبول لذلك الرجل العظيم المجهول الذي لا يعرفه أحد والذي مات وهو لا يملك إلا بدلة واحدة كان كي صبنا تتنشفه عاودي يلبسها هذا الرجل ماذا هي الحكاية اللي غا نختمو بها؟ الحكاية أنه في القيادة دي الواحد ما رجعت عنده مرة كتبكي أن أخوها حرمها من الإرت ونكر أنها أخطو وصر القيد يقول له دي الله ديك الناس راي سولت الناس يقول لي رختك يقول لي ما أختيش يجابها الواليد باش نكبرها والتاكل طرت بخوز معانا وصابي ما أخوها قال لي ما كنت مشكلة وصيرت السبت جاي وجي ورجي عندي معا تسعود كون عندي هنا هي يا قال لي هاشنو؟ قالت له راه أخويا والذي ميوبويا وهاشنو كين؟ والسأل الاستشارات في الناس كل كبيرا راه كلبها ذاك راه راه بغا ينكر يجمعها وطوي جدي لاحقها راه خطو شقيقة دي الله قال لي غا تجي عندي نهار السبت سبعة ثمانية تكوني هنا في القيادة فعلا نهار السبت السوق الأخر جات السيدة دخل الواحد بالمحل دير السكر والزيت والدقيق والتوك وتكشي وحاطه قال لي غلسي هنا شرهت شي وجده من اللي جا هو السيد قال له انظرا الشي راه خليت الاسبوع باش تفكر اختكله ما اختش قال لي سي ما اختش يو دي راه اختب سولت المقدم سولت الناس ما اختش اسيد يو ما عندي ما قال لي ما كنت تموش قاجي معايا جا دخلوا دك المكتب قال له انا غنعطيلك تزوج بيها انا جبتلك كل شي وغنزموه ومن السوق للسوق ارسللك الحم والخضراء باش تعيش معاك وغادي تزوج بيها قال لي انا تزوج بيها بزمنك غادي تزوج بيها انا بغيت كاير تزوج بيها انا هاني نصرف عليها قال لي لاش ما تزوج بيها غادي تزوج بيها قالوا امنا اليون ونقول لك راه اختين انا خدش نتوج بختين الى اخيرة شكرا جزيلا هذه المحكيات الصغيرة كتيرة كيتكلموا عليها الناس والرجل فاز ام لم يفز في انتخابات فاز في انتخابات واسقبها تم تزوير الانتخابات تزويرا كبيرا فاحشا معلنا 1977 شكرا جزيلا الاستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث في التقاف الشعبية ويتوصل حوارنا معك في حلقة قادمة شكرا